اشتركوا في القناة المصدر افاد ان قوات الجيش والمقاومة الشعبية تفرد حصارا على محيط مطار الحديدة وان معارك ضارية تدور على مشارف المطار فيما اعاقت كميات كبيرة من الالغام التي زرعتها الميليشيا تقدم القوات العسكرية هناك وبينما تستعر المعارك على الارض يتوجه المبعوث الامم الى صنعاء لترقي ابواب الميليشيا في زيارة يقال انه يحمل فيها شروط قوات الجيش الخاصة بدخول الحديدة الواضح ان المبادرة لن ترضى بسوى التسليم للمحافظة بطريقة تضمن نجاح المبعوث الاممي تجنيب سقوط ضحايا من المدنيين خلال المواجهات التي باتت على مشارف المدينة فهل تقبل الميليشيا تجنيب الحديدة مزيدا من الدمار وترد الاوضاع الانسانية ام انها ستمارس هوايتها المفضلة في تدمير المدن الواضح في منهج الميليشيا وتعاملها ان الخيار العسكري هو من سيمضي قدما وان الحديدة ستعود الى كنف الشرعية دون محاسن تذكر لميليشيا الحوثي التي تقود نفسها نحو نهاية حتمية ترجمة نانسي قنقر